اشتركوا في القناة بوجودنا معاكم وان شاء الله نقدم حاجة لمشاهد عايز يسمعنا عايز يطمن على الفريق عايز يشوف احداث كتير جدا ان شاء الله نقول للناس كل اللي هي عايزة تسمعنا ان شاء الله لكن طبعا كان عندنا قبل فاصل المؤتمر الصحفي اللي تكلم فيه مستر مرسيل كولر عن مباراة النهائي وان ازاي قد ايه احنا سعداء في النادي الاهلي بالوصول للمباراة النهائية وان الطبيعة الحال فريق الوداد فريق كبير جدا وبالتالي درسنا وتفرجنا على مباريات المنافس وقدرنا نحدد نقاط القوة ونقاط الضعف والبعض اللي كان بيشكل في قصة صعودنا للمباراة النهائية احنا قدرنا اننا بالهدوء وبالعمل اننا نعبر من دور المجموعات ثم كملنا مشوارنا في البطولة حتى المباراة النهائية مباراة النهائية بالتأكيد بتحمل تفاصيل كتير ولا تتوقف او هو واحد من المدربين اللي بيفكرش في الماضي انا بيهمني اللحظة والوقت الحالي عندي مباراة زهاب مباراة اياب الفائز بالبطولة هو الفريق اللي بيقدر يحافظ على نظافة شباكه في الزهاب والعودة ويقدر يسجل اهداف المنافس وطبعا اتكلم عن غياب كابتن محمد الشناوي وان هو مش جاهز بنسبة 100% وحضر تدريب واحد وبالتالي هو مش من المدربين اللي بياخدوا القصة بريسك كبير جدا خاصة وانه بيصد فيه اللاعبين بشكل واضح جدا وقال ان الاصابات دي بتحصل في اي فريق حظنا انها جات مع الشناوي لكن عنده ثقة في اللي هيلعب بكرة المباراة اذا كان علي لطفي او كان مصطفى شبير بالتأكيد كلنا ثقة في لعبي النادي الاهلي اعتقد كابتن محمد حشيش يعني كلام واضح جدا من مرسيل قولر بيؤكد على مدى ثقته في لعبيه وثقته في اي بديل ممكن يلعب وان القصة الماضي دي ما بيقفش عن ده لان المسم الماضي قال ان النهائي كان مباراة واحدة حاليا النهائي من المبارتين والماضي خلاص اصبح في الماضي خلينا في الحاضر يعني طبعا برحب بكم في الاول بس اسمحوا لي في ديئة كده عشان الحدث ده ما يتسبش يعني طبعا اول مبارح اتتاح فرع النادي اهلي التجمع الخامس يعني كلنا كنا موجودين والحقيقة كنا يعني فخورين جدا باللي بيحصل ودي اقل حاجة بالنسبة النادي القرن والمجلس الادارة اللي تحمل كتير جدا جدا وانجازاته الحقيقة عدت طبعا البرنامج بتاعه الانتخابي عدت بكتير يعني ده حقيقا واصبح النادي الاهلي مش نادي القرن بس في البطلات والانجازات انما كمان على مستوى الاندية الاجتماعية اعتقد بقى دي مش في مصر او في افريقيا دي في العالم كله فيش نادي عنده اربع فروع بالفخامة دي وبالوسع ده وبالامكانيات دي وبالحلاوة دي حاجة طبعا كنا عادين فخورين جدا ان احنا ننتمي للنادي الاهلي وبنشكر طبعا مجلس ادارة وكابتن خطيب طبعا يعني حنرجع تاني لكولر مستر كولر طبعا من المدربين اللي هو الواقعين جدا يعني من اول ما جه من اول ما من اول ماتش هو ماسك الورقة على طول الناس كابتصغرب على طول عمال يكتب ويكتب ويكتب وبعد كده الناس بعد كده قالت مش معقولة كم التغييرات وكل ماتش تغييرات في التشكيل وسبات التشكيل ووروتشن اللي هو زيادة عن اللزوم الناس ابتدت دلوقتي تعرف يعني فوايد الكلام اللي كان بيعملوا وصلنا انها بقت فرقة الحمد لله تملك تشكيلة كبيرة في الملعب موجودة كم من اللعيبة حوالي 20-22 لعيبة جاهزين لاي تحدي واي مباريات بخلاف طبعا السن اللي فات اللي عنينا منها من اللي هو 12-13 لعيب بس اللي كان هم عليهم التركيز كلها الحقيقة كمان يعني البطولة دي من بدايةها كانت صعبة وحصل تعصرات فيه طبعا دور المجموعات وكان فيه أزمة شوية وموقف صعب شوية إنما النادي الأهلي عدى بخبراته طبعا وبتاريخه الكبير وخبرة لعيبيه ومعهم مدرب كولر وابتدى المستوى يزيد مباراة عن مباراة بدأ بقى من الدور اللي بعده والدور اللي بعده قبل الفرق طبعا أقوى وكان مستوى الحمد لله كويس ودي الحاجة الكويسة ما كانش بيكسب بمحد الصدفة تحس إن فيه ارتقاء بالمستوى ككرة جماعية وكأفراد كمان يعني هو كمان دايما أنا أنا بقول المدارب الكويس أو المدير الفني الكويس اللي هو بيرتقي بالمستوى الفني بتاع اللعيب وبعد كده المستوى الفني بتاع الفرق المجموعة الحياة النادي الأهلي اللي هو شخصية دلوقتي شخصية فرقة بتعرف تدفع كويس قوي بتعرف تهاجم كويس قوي بتوصل للمرمى بشكل كبير جدا جدا كان عندنا مشكلة قبل كده في الوصول للمرمى وعدم إحراز أهداف دلوقتي الموضوع ده الحمد لله اتحسن جدا جدا وفي نفس الوقت كان برضو في بعض الأحيان أثناء الناحي الهجومية بتلاقي كور كده مرتدة بتدخل أهداف وممكن خسرتنا كتير السنة اللي فاتت من في الدوري العام أعتقد هو قدر يزبط الأداء الهجومي والأداء الدفاعي وبقى الفرقة شكل وصلنا دلوقتي المحطة الأخيرة في طبعا القطار اللي راح على الملكة أو البطولة إفريقيا بنلعب مع فرقة كبيرة لها خبرات ولها باع وحرزت البطولة أكثر من مرة لها تاريخ لها جمهور حظنا أن المباراة الأولانية عندنا هنا في القاهرة إن شاء الله تكون إحراز البطولة من هنا إن شاء الله من مباراة القاهرة حظنا دي يا كابتن أنا أسف للمقاطر حظنا دي مرتبطة يعني حظنا الأفضل أو الحظ يعني كان المباراة تتحب المباراة تتحب المباراة اللي عادة تكون في القاهرة أكيد أي حد كان يحب المباراة الثانية تبقى في القاهرة إنما ده قدر النادي الأهلي والبطل يعني بيلعب في أي حتة أو أي توقيت وسواء الأولانية هنا أو الثانية هناك أو العكس مش هتفرق هو فيه تصميم وفيه إرادة إن شاء الله على المكسب أيا كان طبعا حجم المنافس اللي هيلعبنا أعتقد أن دي الأهلي الفترة اللي فاتت عمل توازن ما بين مباراة الدوري البطولة المحلية والبطولة الإفريقية وهو دي حتة تفوق كلها رحية يعني الأداء والنتائج ما جاتش أحساب بطولة على بطولة تانية يعني ماشي الحمد لله متوازي بين البطولتين إن شاء الله طبعا استعداد كبيرة للمباراة دي حج جماهير كبير إن شاء الله بإذن الله بأمالي أستاذ القاهرة حنتكلم بعد كده بقى في التفاصيل الفنية ثابت يعني عايزين ناخد من كلام كابتن محمد حشيش ونروح رقميا عايز استفيد منك بأكبر قدر ممكن النهاردة إحنا عايز أبدأ بالنادي الأهلي قبل الوداة كمان النادي الأهلي شفنا تعصر أمام الهلال في أم درمان شفنا مباراة سانداونز ثابت مباراة سانداونز والهزيمة بخماسية قدر أي فريق في كرة القدم وانت رجل أكيد متابع إن الخماسية دي نتيجة كبيرة قدر توقف أي فريق وتفك أي فريق وتخلي حساباتك الفنية عشان تقدر ترجع تكون أصعب بكتير عايز أسألك تحديدا إيه الفارق ما بين الأهلي اللي تعصر أمام الهلال في أم درمان وتعصر قدام سانداونز وبخماسية والنادي الأهلي اللي تجاوز الرجاء والنادي الأهلي تجاوز الترجي واللي موجود في المباراة النهائية النهاردة إيه الفارق ما بين النادي الأهلي في الحالة دي والنادي الأهلي النهاردة لما تقولي النادي الأهلي عمل إيه أو كولر تحديداً عمل إيه هتقولي انت شفت إيه اللي حصل وإيه إسهمات كولر كولر الأول خلينا بس أبارك الأول للنادي الأهلي على الافتتاح فرع التجمع إن شاء الله النادي الأهلي متعودين دايماً منه أنه هو الهرم الرابع يعني مصر في الحاجات دي خليني أرد على سألك بقى أقولك أن النادي الأهلي مع مرسل كولر في الفترة الأخيرة بقى أكثر وقعية يعني هي أكثر وقعية كولر كان جاي الأول أول ما جيه خالص كان عايز يلعب كورتي اللي هي كورة الهجومية الضغط العالي يفتح الجيم على طول ده كان يقول حتى ساعة لا دي كورتي ده إسلوبي اللي حصل إن هزيمة سانداونز خليته عرف ما كانش عنده خبرات أفريقية برضه دلوقتي بعد ما شاف سانداونز وأخذ التجربة من سانداونز اتعلم من التجربة دي وده المدرب اللي بيتعلم من أخطاءه مدرب مش حنيد ممكن مدرب يقولك لا أنا هفضل ألعب كده هفضل أكمل كده لكن لا كولر أول حاجة عملها حط مروانة عطية قدام الأربعة ده فرق معنا كتير جدا يعني معدل الكليين شيد في الفترة الأخيرة 13 من 14 ماتش ده بيأكد التطور الدفاعي كذلك ما عادش بيفتح الجيم زي الأول بقيت بتشوف خطوط متقربة تلاقي الخطوط بقيت متقربة بشكل كويس جدا حتى التغييرات على بستوى التغييرات التوظيف لبعض اللعيبة برضو بيرسي تاو كنا بنشوفه مثلا مع موسيماني كان مهاجم وهمي دلوقتي بقى جناح يمين حسين الشحات كنا بنشوفه مثلا جناح يمين دلوقتي بقى جناح شمال كذلك برضو توظيفه لديانج كان عنده مشكلة في الاستلامه للقورة وضهره للملعب يعني ضهره للملعب لو بيلعب ستة توظيفه ليه تمانية عشان خاطر هو لعيب بول كاريير كويس لعيب عنده السرعات والقوة البدنية فبدأ يوظفه في الحتة دي ففيه مكاسب كتير للنادي الاهلي في الفترة الاخيرة بس خلينا اقولك ان الفرقتين الكيرف بتاعهم متصاعد عشان كده انا بشوف ان دايما النهايات 50-50 حتى لو انت اعلى من الفرقة التانية النهايات 50-50 برضو النادي الاهلي عضب محطات صعبة ماتش الهلال السوداني في اخر ماتش متصاعد في اخر مباراة في المجموعات بعد كده بقى التحول ان الرجاء برضو ضربة الجزاء في مباراة الهلال السوداني اللي ضعت مثلا او يوم اطهر الطهر لما ضيع ضربة الجزاء وبعد كده احنا صعدنا في المباراة الاخيرة ده دي مرحلة المرحلة التانية ماتش الرجاء العودة لما ضيعوا ضربة الجزاء فانت ماشي بمحطات صعبة عمال بتعدي منها اللي هو بعد كده برضو في نص النهاية الترجي لما كسبته وروحت هناك كسبته دي محطات انت بتعدي منها والكيرف بتاعك ماشي بشكل صعودي كذلك الوداد الوداد برضو بيمر بكيرف تصعودي يعني مثلا هما لما بدأوا دور المجموعات وجابوا مدرب بدأوا اول ماتش خسروف دور المجموعات بعد كده راحوا لسيمبة عدوا سيمبة ازاي في دور الثمانية برقلات الترجي فالكيرف بتاعهم متصع سانداونز حد كان يصدق ما ستخليني نعف عند نقطة انا مهمة جدا عند فريل الوداد لان فريل الوداد حصل تغير لان كان جريد وهو المدير الفني حتى مباراة سانداونز ورجع المدير الفني بندنبروك اللي هو لعب خمس مباريات مباراتين في الدوري مباراة في كاس العرش وهو اللي قدم فيه ذهاب وقياب سانداونز شايف التطور ده تصعودي كمستوى لعبين ولا دور المدير الفني هو اللي اختلف شوية عن التصعودي بتاع النادل آلي في المستوى الفني لا فندنبروك افضل من جريده بكتير فندنبروك واقعي واقعي بلعب شفناه في مباراة سانداونز بداية المسحات بشكل كويس جدا بيفل الخطوط التلاتة بتاعتك متقربة حافظ الوداد وعنده تجربة مغربية قبل كده وهو اصلا عايش في المغرب فكان التجربة يعني هو اختيارهم ليه اختيار ذاكي ان ده ندرب شاب عايز ينجح عايز يعمل اسم لنفسه وعايش في المغرب وامتابع الوداد بشكل كويس ودرب في الدولة المغربية قبل كده فكان اختيار ذاكي هو لما جاء مسك متش سانداونز هو فضل حتى في المباراة الاياب لما دخل فيه الجون في الاول هو كان خارج خلاص لما جاب الجون الاولان عمل ايه مضبطش مفتحش الخطوط فضل برضه وقف وراء ومحافظ على طريقته فده يأكد لك ان ده راجل واقعي وهو هيعمل كده وش بكرة يعني يوم بكرة ونائي يعني في المباراة بيمتلك تخصية تخصية البطل انه يقدر يصبر على الهر حقيقة الكرة مفهاش عن جهية وفردة سدر الواقعية مطلوبة جدا جدا فيه كرة القدم وبالنسبة المدرب لان المدرب الكويس اللي هو يلعب بامكانية اللعيبة بتاعته صحيح ويستفيد من الاخطاء بتاعته ما يكبرش زي ما احمد قال في البداية انه كان فيه الناد الاهلي فيه بعض الاخطاء في حتة الكور المرتدة لانه ما كانش فيه حد واقف قدام المساكين مساكين في اوقات كتيرة جدا فيه المباراة حتى الدوري وبطولة افريقيا كان فيه مشكلة في الحتة دي اللي دائما الاثنين المساكين متعريين فيش قدامهم حد يستنى الحاجات المرتدة عالج الحتة دي بوجود مروان عطية وفي نفس الوقت هو طور من اداء الاثنين التانيين بتوقع نص الملعب في الناحية الهجومية واجباتهم فعل يعني طور من اداء حمد فاتحي حمد فاتحي كان اللي غالب عليه الحتة اللي هي ما بيكملش زي ما بيحصل فانت ما كانش عندك زيادة عددية تقدر توصل او تصلع الفرص او تبقى عندك ضغط على الفريق في الحتة في التلت الاخير التلت الهجومي حمد فاتحي تطور وشوفناه في مباراة الزمالك اما تقدمه وعمل أسست الكهراء يعني فأكتر من هالكاس هو حسم الكاس طبعا فتطوير كذلك ديانج ديانج برضو كان كاشش شوية من حتة انه هو يكمل لقد دلوقتي بقى بيخترق وبيكمل وبيشوت وبيوصل فأصبح فيه في الناحية الهجومية فيه زيادة عددية تقدر تيديك اللي انت عايزه كذلك برضو كلها عمل تنويع احنا مش عايزين نكشف طبعا كل طبعا بس لحد ما ان انت النادي الاهلي ما بلعبش طريقة واحدة بلعبش بس اللجناب لا بلعب على اللجناب وصل ناحية الشمال والاختراقات اللي من النص والثنائيات اللي تعملت تعملت في النادي الاهلي اللي هو تصويب من الخارج نشوف أكتر من اللعيب وشوفنا السلية أحرز أهداف منها فيستغل أسلحة هو أحسن حاجة في الدين المدارب ياخد من اللعيب أقصى حاجة عنده وأحسن حاجة عنده وازاي يطوره لو فيه نواقص بيزودها ودي بانت الحقيقة على لعبة النادي الأهلي كلها وعلى اللاب جماعي كذلك برضو حتة الاستحواز الاستحواز بتاعنا كان في فترة سابقة كان في نص ملعبنا الاستحواز دلوقتي يتطور إنه بيبقى في نص ملعب الخصم وليه صعبة جدا لأنه كل انت عارف ما بتقرب من الجون الخصم المسافات بتعدي السبعمة تمريرة بالزد السبعمة تمريرة تمريرة المسافات محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم مرون عطيها في البلدوب وبناء الهجمة اتنين من أفضل أربعة ممررين كورات في دولة بطال أفرق صحيح زي بقول لك الاستحواز لما بتقرب من مرمى الخصم دفاعي فصعب أنت بتعملها انت بتعملها دلوقتي وان تتش تعمل 18 بتعمل وان تتش كذلك النادي الأهلي ابتدى برضو يجدد فيه الكوري السابتة بقى عنده أكثر من تريكة بيعملها في الكوري السابتة نمشا عاديين نتكلم خلاص نعم 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 هناخد سابت وضع من الوداد بص سابت طبعا احنا عايزين بقى نتكلم على الوداد ونروح للوداد طبعا نبدأ بالتشكيل المتوقع عشان نبدأ أنا قسامة طبعا نسأل كابتن محمد حششو نسألك فيما يخص نقاط قوت ونقاط ضعف الوداد من واقع التشكيل اللي انت بتتوقعه للوداد في ظل طبعا غياب عبدالله حيمود اللعب اللي كان مؤثر جدا في نص الملعب والكولر اتمنى له السلامة النهاردة طبعا أنا هقوم على الشاشة اعتقد اه ما فيش هاي مشكلة طبعا نستعرض على طول طبعا سابت بيمشي منه يلا بيناس يا بتفضل طبعا الوداد مع سيفين فاندنبروك المدرب البلجيكي بلعبه بال4-1-4-1 زي ما قلنا ان هم دايما اسلوبهم دفاعي بيديه والمساحات وبلعبه على الهجمة المرتدة او الضربات السابت ده اسلوب او ضربة روكنية ده اسلوب لعب الوداد مع سيفين فاندنبروك في حراسة المرمة يوسف المطيع اللي هو الحارس المغربي اللي هو المتقلق ولسه حتى كنا بنتكلم مع كابتن محمد ان هو ايه ان هو كان قرر اعتزال في فترة من الفترات ان هو تعرض لازمة ورجع تاني ورجع تاني و28 سنة و28 سنة فهو تقلق على سن يعني يعتبر يعني يعتبر كبير شوية مش صاعد من نشئين الوداد الاثنين اللي وراء الاثنين المدافعين امين فرحان احنا متوقعين امين فرحان او محمد ابو الفتح ده اول نقطة بس ممكن يبدأ بداء او ده امين فرحان لان امين فرحان اصلا كان الاساسي هو هداف بيجيب بيطلع في الضربات السابتة مميز جدا في حتة الالتحامات وفيه محمد ابو الفتح ده البديل بتاعه ارسن او ممكن يبدأ بي يعني امين فرحان يا محمد ابو الفتح يبدأ بابو الفتح يعني عنده صغراتك كثير نادر هو عشان كده يعني غالبا امين فرحان هو حتى في المباراة الاخيرة يا احمد في المباراة الاخيرة سجل جنيم في اخر ثلاث مطشوات اه فغالبا هو بيجهزه عشان يبدأ النهائي وفي المغرب التطواني سجل ومعنوياته مرتفعة اه نيجي الارسن زولا ارسن زولا ده مدافع كواس جدا في الالتحامات الهوائية وبيسجل اهداف برأسه بشكل كواس جدا مدافع كونغولي وعنده روح عالية جدا سابت اعايز اعرف معاك عند زولا معلش لان هي نقطة مهمة جدا انه جمهورنا يبقى معنا فيها زولا مسجل ثلاث اهداف في الدول منهم اتنين قدام الرجاء بتكملة هجومية بالقدم يعني حتى مش مشكورة عالية وهدف في المغرب التطواني اعتقد فانت بتتكلم في ثلاث اهداف وبيعمل زيادة عددية انت بتشوف معلسة قسامة كان بيتكلم في عمين فرحان فانت بتشوف فكرة ان الاثنين دول بيتقدموا بالشكل ده في الكرات السابتة وبيكونوا مؤثرين جدا شوف الاهل يتعامل مع ده ازاي هو ده شغل ضربات روكنية احنا معنا شغل حتى فايل كامل للضربات روكنية ده عندهم شغل رهيف في ضربات روكنية تحديدا في الاثنين يعني ده حيكون معنا اه في ضربات روكنية حالات كاملة فخليها يعني في الضربات روكنية ايوبي العملود ده كزهير ايمن ويحيى عطيت الله الاثنين البكين كويسين جدا يعني الاثنين بصراحة مميزين ايوبي العملود ده ستايل احمد فاتحي كده اللي هو بيكمل عنده الروح مش مهاري قوي وسجل هدف التعادل في قدام صندونز يحيى عطيت الله طبعا زهير ايصر منتخب المغرب البديل لأشرف حكيمي يحيى جبران هو اللي بيلعب قدام الاربعة ولو اخد انزار بكرة هيغيب عن مباراة الاياب ومهم جدا اتضغط عليه لانه هو مفتاح لعب ببناء الهجم عند الفريق الوداد المغربي وبرضه ممكن يعني نحاول ان احنا زي ما نقول كده باللغة الكرة نلبسه انزار نستفزه بحيث ان احنا ايه يعني دي هتأثر على اداء وانا شايف انها هتأثر على اداء عشان مباراة تحديدا كابتنا عشان هنعقد مقارنة ليه لانه هو الاساسي بتاعه ايمن الحسوني وريضا الجعدي ايمن الحسوني هو اللي بيكمل ورا صنبه هو اللي بيزيد في عملية الضغط يعني في الحالة الدفاعية بتبقى 4-4-2 بالزيادة بتاعت ايمن الحسوني جنب صنبه المهاجم الاثنين اللي على الاطراف محمد قناجم وسيف الدين بوهر محمد قناجم طبعا لعيب الزمالك السابق بس هو مع الزمالك حاجة ومع الوداة حاجة تانية خالص سيف الدين بوهر ده لعيب قويس جدا ليه مش زهير المترجي هو الاقرب سيف الدين بوهر لان هو اللي ماشي بشكل كوي هو معتبرينه في المغرب اكتشاف اكتشاف عندهم سيف الدين بوهر هو كان بادئ بس في مباراة سندونز اتصاب فحيرجع بكرة وعنده زهير المترجي برضه يعني ورقة بديلة مهمة ورقة مهمة جدا سواء هو او سيف الدين يعني هو اول مترجي مش شرط يعني يعني احنا عندنا خلاف في حتة امين فرحان او ابو الفتح والنحية التانية بس الاقرب سيف الدين بوهر سيف الدين بوهر مثلا 60% وزهير المترجي 40% سامبو طبعا لا خلاف عليه سامبو ده مهاجم خطير جدا جايب 12 جون في الدورة المغربي مسجل 7 تجوان في دورة ابطال افراقيا منهم 4 من اول بداية دور المجموعات يعني بتتكلم في مهاجم جاب 19 جون السنة دي كسب 40 التحام سنائي في دورة ابطال افراقيا فانت بتتكلم سامبو ده لازم يتعامل له حساب لوحده عنده كولر هل الاثنين المساكين لو انا بدأت مثلا بمنعم ومتولي يبقى منعم اللي حياخده لان متولي في الالتحامات مش زي منعم لو بدأت هل ابدأ الافضل بياسر ابراهيم مثلا ومنعم عشان خاطر سامبو لان ياسر مميز في حتة الالتحام وعنده الالتحامات تحديدا والتحامات الهوية والثنائية لانه هو كمان مميز بحتة الروح عشان خاطر خطورة سامبو هدى بقى الصور بص الشكل بتاعهم يعني احنا ده هنوضح لك بالصور طريقة اللعب قدل 4-1-4-1 قدام ايه قدام سانداونز ده فين في ملعب محمد الخامس الوداد اسلوبه مع فاندنبروك سواء على ملعبه او برا ملعبه كومباكت كومباكت وايه وفين اسلوب الضغط بيبدأ من اول المككورة توصل عند اللعيب اللي في وسط الملعب اللي هو مثلا مروان عطية ميدين بلو اه اول المككورة توصل لوسط الملعب لكن طول مككورة مع عبد المنعم مع اي حد وراء سواء مصطفى شوبير او علي لطفي مش هيدغط اه مش هيدغط هو سايبك اهو بيبدأ يضغط مين اللي وراء مين اللي وراء المهاجم سامبو ايمن الحسوني عشان كده قلت لك ان ايه ان ايمن الحسوني هو العرب اصلا من عبدالله حيمود ليه لان كمان ايمن الحسوني خبرة اكتر ايمن الحسوني مسجل وهدف ثمان اهداف ثمان اهداف يعني يسا كنا منتكلم سأخبر لك حاجة احمد يعني في الفوارك ما بين جريدو وما بين باندم بروك هو ده حيمود لان كان عندهم مشكلة في التلاتة اللي بيلعبه في وسط الملعب في التدرج بالكرة وتطوير الكرة وتطوير الهجمة حيمود حلله الازمة دي يعني حيمود حلله الازمة دي فانا بشوف لا هم فقدوا فعلا لعب مهم جدا في وسط الملعب مختلف عن عناصر اللي موجودة في الولايات معلم العبه هو كان هيلعب عبدالله حيمود في محمد الخامس عبدالله حيمود ده كان هيلعب في محمد الخامس عشان كرته حلوة بيقدر يتعامل مع الضغط بشكل هو لعيب كويس وبيتعامل مع الضغط بشكل كويس طبعا يعني مش بقول نهو لعيب لا لعيبك بس أيمن الحسوني خبراته أعلى أيمن الحسوني في مستوى الضغط لعيب كوي فانت محتاج النحية الدفاعية أحسن محتاجها بره أرضه آه فمحتاجها بره أرضه ده النقطة اللي بتكلم فيها قلب بس الصور كمل الصور هتلاقي برضو نفس الشكل هنا برضو كلهم موقفين بص فين يعني في مساحة بتتكلم مثلا في حوالي عشرين متر مثلا حاجة أو خمستاشر هنا برضو هنا الفرق في الفندمبروك عمل حركة ذكية جدا إيه الفرق في الضغط ما بين مباراة الزهاب ومباراة الاياب طبعا كلنا عارفين ماكوينة ماكوينة اللي هو لعيب الارتكاز بتاع سانداونز اللي هم بيحضروا من عنده اللي هو في وسط الملعب هنا أيمن الحسوني كان مين كان ماسكو بص أيمن الحسوني ده في مباراة الزهاب بدأ برضو سايبك تحضر خالص هو بيبدأ يضغط زي ما قلنا فيه في وسط الملعب أيمن الحسوني هو اللي راح مع مين مع مكوينة أهو قلب الصور بقى شوف يعني ده ممكن نلاقي نفس الصورة دي مع مروان عطية بما أن مروان عطية هو اللعب مركز 6 اللي هو عنده الاسكان وبينزل يستلم بيظهره ويطوره وده مهم جدا هنا دور هيبقى مين دور مهم دور منعام إن مروان عطية هيبقى ممسوك فمهم إن منعام يكمل بالكورة عشان تبدأ تحضر الهجمة بشكل كويس أو تحضرها من خلال معلول أو هاني ومنعام كويس إن عنده معدل بناء الهجمة عالي جدا سوف يفرق معنا صح كمل هنا بقى عمل ايه في المباراة القياب احنا شفنا أيمن الحسوني اللي كان مسك هنا مين صامبو المهاجم هو اللي كان بينزل مع مكوينة شوف بينزل لفين هات الصورة اللي بعدها بص اللي عليه الدائرة ده ده صامبو المهاجم في الحالة الدفاعية ده بيأكد إن هو كمان عنده قدرات دفاعية قوية المهاجم بص فهو هنا بص الالتزام أصلا وبص التكتيج بص التقارب الخطوط بص الجناحين فين فده ميزة الوداد مع فاندن بروك هي الالتزام الدفاعي التنظيم الدفاعي والخطوط قريبة والخطوط متقربة جدا فأنت مهم إن انت تسجل جون بادري بيشوفها مهمة جدا في أول نص ساعة عشان خطر التنظيم ده هو مش حي يعني هو هم مش حيندافعه بس على الأقل حيربكهم طبعا دي نقطة مهمة كمل الدربات الروكنية دي نقطة الدربات الروكنية يا فرس اللي كنت بتتكلم فيه فيه هم أول عندهم طريقتين أول طريقة اسمها زلافترين يعني إيه زلافترين اللي هو اكتر الحب بيسموها كده في الشرح الدربات الروكنية انت بتتكلم إن مثلا فيه أربع لعيبة بيقافوا حوالين إيه منطقة الجزاء زي ما احنا شايفينها كده تمام وفيه واحد عند العرضة القريبة وواحد في النص ساوس جيت المنتخب الانجليزي عشان الناس بس تتبقى معنا يعني هو كان بيعملها هات الصورة هات بص هاي نفس الشكل هنا بيبقوا تلاتة وقفين وواحد وقف اللي هو يحيق وبران نحية الحارس ليه يوقف نحية الحارس عشان يمنع يعطل الحارس إن هو يطلع وفي نفس الوقت التلاتة وقفين كده بحيث إنه يبقى صعب إنهم يتمسكوا يعني كل واحد فيهم بس تحديدا آخر واحد اللي هو لابس حاجة زرق في راسه فوق مين ده ده أرسنزولة كان مصاب في الموراديو يكمل وامساب أرسنزولة ليه أرسنزولة لأن أرسنزولة الأهم وواحد فيهم في ضربات الراس فأنت خطر خطورة الضربات الركنية والضربات السبتة للوداد مهمة جدا هنا الطريقة دي أرسنزولة بيقوم عامل حركة خداع ويقوم جاري حولين منطقة الجزاء عشان يلعبها براسه وهنا ثابت التحضير كله بتاع الوقفة دي لزولة يعني التحضير ده في الوقفة دي لزولة هو التارجد بلاير بتاع الكورنر كيك فده مهم جدا هما مسكين بعض هات برضو نفس الفكرة هات اللي بعدها اتلعبت فين يا فارس في حتة بص هنا نفس الشكل برضو بص اتلعبت فين في المساحة اللي هي ما بين خط الستة وما بين منطقة الجزاء وفي كل مرة غالبا بيقدر ينجح في الوصول للكور وده برضو شيء قطير ده أول شكل الشكل التاني اللي هم برضو بيعتمدوا عليه مميزين أو في الضربات الركنية الشكل التاني اللي هي الدربة الدربة الركنية السريعة اللي هي من خلال الركنية السريعة عشان يبقى جاي ناس من وراء المدافعين اللي جايين من وراء يحطها براسهم كمل بص اتلعبت فين بص محمد أنجم اللي معاك كورة هوا محمد أنجم معدل أسستاته زاد بسبب خطورته في الضربات الركنية فهنا برضو نفس الشكل كمل بقيت الصور برضو نفس الشكل ده الهدف اللي انت كنت بتتكلم فيها فارس في الضربات الركنية نفس الشكل ده هو قدر يسجلها بالقدم هنا في موقعات الرجوع تمام نقاط الضعف بقى نكملها يعني قبل نقاط الضعف خلينا يعني نقول لك نكمل آه يعني تعبناك طبعا واضح من الشرح التي أحمد ستتتضربات بالتحديد اللي هي الركنية أو اللي من الأطراف إنها ما بتتلعبش من السبات كله بيجي طبعا من السرعة بسرعاته ده بتبقى أخطر على مدافعين لأن انت بجد بسرعاتك وبتعمل حركة وبتلعب الكرة عندك فرصة لتكف أعلى كمان وبتبقى برضو آآ مش مترائب كويس هي فرقة شمال أفريقيا الحقيقة فرقة شمال أفريقيا يعني بتجيد تماما لعب العرضيات والضربات الركنية مش بس القرات السبت تماما القرات المتحركة صحيح وده محتاج تركيز وإنتباه تام تام من مدافعين العيل لكن أنا عايز أخذ حضراتك لنواتها كابتن وإحنا بنتكلم عن يحي جبران وعنده انذار على المقابل مروان عاطية وعنده انذار ومروان عاطية أصبح من الأوراق الهمة جدا في تركيبة مرسيل كولر لأن ده وجد فيه ضلطه اللاعب صحيح اللي عنده سكان كويس قبل ما يستلم وبيقدر يستلم تحت ضغط وشفنا في الفترة ما قبل مروان عاطية كان بتحدث أخطاء كترة جدا ما بين أليو ديانجي وخط الدفاع بتسبب هدف من هدف ريال مدريد فأصبح مروان عاطية له ثقلوا في نادي آك على الجانب الآخر ياحي جبران وتاريخ ياحي جبران وخبراته له ثقلوا أيضا في نادي آلوداد الاثنين مهددين انت كلاعب كورة شايف ان الانذار التاني ممكن ياخد من تركيزك ولا انا المفترض كلاعب كورة انا هلعب التسعين دي دي ايا كان نتيجة ما سيحدث في انتظار التسعين دي الأخرى اي حد في الدنيا اي لعيب في الدنيا بيتمنى يلعب المبارات كلها ومحبش يتوقف طبعا وخصوصا في النهائيات ودي مباراة نهائية والتانية طبعا في المغرب اكيد المستر كولر هيبقى مع مروان برضو يعني هينبع عليه في موضوع الالتحامات يعني الالتحامات لازم يبقى فيها حرص شوية ده مش معناه ان يبقى فيه تخازل او انك تكسل او كده بس يبقى فيه حرص شوية فيه التاكلينج كذلك هو برضو ناحية تانية نفس القصة من هاجبران يهم ويلعب على ارضه النهائي وهو عنصر اساسي في فرقته فلازم هيبقى حريص على الحتة دي في المقابل بقى انت المباراة هي جيم بين اللعيبة وبعض وجيم بين المدربين ازاي انت نقطة معينة تدوس عليها يعني الراجل ده ازاي ان انت برضو يعني ايه تستفزه مش تستفزه طبعا بطريقة كده ولا كده تستفزه فنيا فنيا يعني توصله ان هو ياخد بنظر التالي بالضبط ونفس الوقت احنا من ناحيتنا طبعا مروان هو الحياة بطبيعته بلعب من السهل بلعب لعب حسب والتحاماته برضو يتبحظه والتحاماته بتبقى المعقول في الكور اللي هي السبتة وانا بقول لحراك متأكد ان العيب الوداد هيحاولوا ان هم يعملوا الاستفزاز ده مع مروان لان هي دي طبيعة شمال افريخة كله مش الوداد يعني هم بلعبوا على الحتة دي وتضيع الوقت وتكمل الكلام الله احمد صبك ان هم بامكورة بفقدوها برجعوا تحت الكورة كله بيما فيهم طبعا سامب وي � PAL وفيه طبعا تكتل دفاعي الأهم نقطة في القصة دي أن أنت إزاي الرتمك يبقى سريع في ناقل الكورة بحيث أن أنت يعني تضرب على الأقل اثنين ثلاثة منهم قبل كورة سريعة قبل أنه رجع وخد وقته هو عايزك تستحوز في ملعبك وفي النص الملعب بتاعك تستحوز بزرط بيستهلك وقت وبيضيع وقت بالنسبة له هو كل ما الوقت بيعدي هو يعز يطلع أول ربع ساعة ما فيش أهداف شوط أولاني ما فيه يعني كل الكلام ده بتدي له مكاسب وهو موجود وتزود روحه المعنوية فإنت إزاي أن أنت في البدايات تضغط عليه من قدام وكور النقلي بقى أسرع شوية سابت أنا ما بحبش دايما في التحليل فكرة إظهار المنافس وكأنه فريق لا يقر لما تيجي تتكلم كده عن المنافس وتبالغ في نقاط قوته فبعض الناس تعتقد وكأن المنافس ده لا يقر دورنا برضو نوضح لناس لأنه لما تيجي تبص رقميا هتلاقي النادي الأهلي عنده بيرسي تاو مثلا تسع مساهمات هتلاقي كهرابة عدد كبير والشحات عدد كبير لما تيجي تبص في الأرقام عند فريق الوداد مش هتلاقي تفوق الرقمي ده مش هتلاقي التأثيرات الرقمية العالية دي فعايزك تكلم الناس برضا عشان الناس ما تحسش إن احنا بنكلمهم وكأن ما انت عمال بقى تقولي دربات السبتة ده فريق كذا في التقارب الخطوط طب في الوجوم طب ده أنا مش هسجل فعايزك تكلمنا عن نقاط ضعف الوداد بتشوف الوداد نقاط ضعف فيه إيه سواء عن المستوى الفردي أو المستوى الجماعي كمان أول نقطة ضعفة في الوداد بشوفها أول حاجة التغطية العكسية بتاعت الباكرايت والباكليفت ده مشكلة واضحة العملود وتحديدا كمان يحيى عطيت الله مستوى الموسم ده بالمناسبة برغب أنه لعب كبير جدا في المنتخل المغربي لكن واضح جدا هو متراجل حواريك حالات توضح لك النقطة السلبية بتاعت يحيى عطيت الله دي تحديدا مباراة سندونز الأخيرة كرة تلعبت واضحة جدا بيترشيله اللي هو المهاجم بتاع سندونز كان بيلعب جناح يمين بيطع دايما في المساحة اللي ما بين يحيى عطيت الله وما بين أرسنزولا واضحة يعني لو جابنا حتى الحالات كانت بس الحالات اللي هي اللي تكملها هتلاقيها واضحة قوي يعني دي الصغارات التغطية العكسية بص هنا هنا دي اول حاجة مسلا دي مشاكل برضو اللي هي الاتنين المساكين مشاكل كبيرة جدا 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 انك تشوفها في مباراة ان يكون فيه الارتخاب لا لا ده 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 هجمات مهاجمة المرتدة دي خطورة الهجمات المرتدة برضو للوداد تكمل هتكمل بقيت الصور ده كمل كمل هتلاقيه فيه نقاط الضعفة بعد ده ماشي دي طبعا الهدف اه 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 دي اللعبة اه اه بص هنا اللعيبة كابتن محمد برضو يا فارس بصوا اللعيبة كلها بتبص فينا عكورة وبص بيت اشيلوا الواقع فين وبص التخطيق بظهير المترجي انت سألت اه ليه ظهير المترجي ممكن ما يبدأش وليه يبدأ بسيف الدين بهرة بص اللعبة دي زهير المترجي والارتداد الدفاع بتاعه متأخرا متأخرا عشان كده سيف الدين بهرة وماز بالحيطة دي بص اه بيترشيلوا الكنية دري يعني كرة زي دي اصلا مفروض تيجي جول بالزبط راقل تقريبا راقل الجزاء نفس اللعبة طب هاته الصورة اللي بعدها بقى نفس اللعبة في الشرط التاني اهه كله برضو كلهم بيبص عكورة الواحده تماما يعني بص الواحده تماما يعني وده غضب بفاع جبير ووضح ووضح ان انت لو قدرت تتصل وده بقى شغل عالي معلولي يعني ان شاء الله لو قدرت تصل للنقطة دي عند الفريق الوداد الكروس يتعامل بشكل فيه كتورة جبيرة جدا بالزبط مع الارض ما انت لازم انا قناعات الشخصية انت لازم تشتغل ارضي بص دي برضو مؤرسن زولا مؤخر نفسه وتلعب التسقيطة من فوق المدافعين كلهم اتضربوا راح انفراض نقدر نجيب الصورة اللي بعدها عشان تبلينا ايه بالزبط ازاي اللعب بقى فاضعية بعد ما كان مراقب قدر يروح في حالة انفراض يعني لا والمتجة كانت لسه صفر صفر يعني ما عندهمش اي ريزك ان هما يفتحوا الخطوط بالزبط كده هنا المشكلة التانية مشكلة الضغط ان انت لو ضغطت على الاتنين المساكين كورتهم مش عالي قوي مش زي منعم مثلا عندنا في بناء الهجمة فانت مع الضغط ممكن يرتبك كتير جدا اذا تعمل لهم مشاكل وخصوصا زولا احمد لانه هو عنده في الاحصايات التشتيت كتير قوي ما بنقلش كورة اوه مش هو لا هو لعب بيجيب سبعة تلاتين على معطقة تشتيت في بناء الهجمة هو لعب ضعيف جدا فهنا لما تضغط عليهم ادريل سانداونز يسجل هدف فانت دي مشكلة برضو تانية الوداد جايب كام جون من اول دور المجموعة 10 تجون بس فاحنا ما بنتكلم عن عنقاته الكوة خطورتهم كلها في الضربات السابتة والرجنية تحديدا وده اللي احنا شفناه ايه اللي اقولك كمان انه يعني معدل المساهمة او صناعة الاهداف لا فيه جزء كبير جدا من اخطاء المنافس يعني عشر اهداف من فريق الوداد لا فيه جزء كبير جدا اللي صنعوا اخطاء المنافس ومش قدرات او شكل لعب بس احنا برضو ما زلنا بنقول ان حصل تغير ان خلص فيه مدير فني اخر جاء لعب خمس مورات الشكل مختلف وزي ما قال طبعا الكباتن ان الوداد تطور لكن انا هنا اكلمك برضو كلاعب يا كابتن محمد انا لعبت فريق الوداد ده النهائي اللي فات تمام ولم اوفق هل ده ممكن يعني برغم ان فيه شغل واضح جدا من الجهاز المعاون ودكتور ابو الوافع على القصة دي الماضي والماضي لكن بقدر قد ايه ممكن ان لعب يفكر في نهائي السنة اللي فات بص ده دور طبعا المدير الفني والجهاز وكابتن سعيد عبد الحفيظ ان هو بيخرج من اللعبة احنا بيتكلم الكرة اصلاها ما فيهاش حتة اصل فرقة كعبها علي على فرقة اصلاها مش عارف ايه لا لا خالص كلام ده مش موجود خالص في الكرة كل مباراة ولها ظروفها طبعا انت ظروفك السنة اللي فاتت كل الناس عارفاها وكنت مجهد وكنت كذا وكذا وكذا مباراة واحدة وفرقة وعلى عرض يعني فيه ظروف كتيرة مش عايزين نخد فيها خالص دلوقتي انما انت بتتكلم على مباراة اولانية او الشوط الاولي اللي عندك في مصر وبعد كده في المغرب حالتك كمان غير حالتك السنة اللي فاتت انت منتاشي بالانتصارات اللي فاتت والتدرج والعلو في المستوى دي برضو بتحسس ان اللعيبة برضو انهم بياخدوا الثقة في نفسهم كذلك انت برضو يعني حد السنة اللي فاتت دي برضو اه اكيد يعني من جوة اللعيبة عايز ايه بقى لا بدي اهمية زيادة جدا جدا للمباراة دي لان منافس زي ما احنا قلنا منافس لتاريخه مش شرط المباراة بتاعته السنة اللي فاتت لو تاريخه وبيعرف يكسبه بيعرف وعنده شخصية البطولة وتاريخه حمل للقب في كذا متعود يكون بطل فانت يعني في المقابل انت نادي الاهلي وخبرات النادي الاهلي ولعيبت النادي الاهلي ولازم ان شاء الله تستفيد من المستوى العالي لان احنا دائما كنا بنقول يعني ما بيجي تسأل على الآية مباراة انت مش خايف من الخصم انت خايف منك انت وحالتك في المباراة لو حالتك الفنية لو حالت النادي الاهلي الفنية ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتبقى موجودة مهما كانت الغيابات والعوامل وعيحة ان شاء الله هنكسب حالي انا ليه سألت لحضرتك يعني السؤال ده لان ده السؤال برضو اتسأله محمد هاني في المؤتمر الصحفي اللي هو جاهز معنا يعني لعيب واحد كباتن النادي الاهلي نطلع نشوف كلام محمد هاني عن مباراة بكرة ونرجع عشان عندنا تعقيب مهم جدا مع الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد سامن اعتقد يعني افريقيا كلها عارفة النادي الاهلي وعارفة قيمة النادي الاهلي ويعني عادي ان فرقة تكسب موتش وتخسر عادي موتش اللي بعدين وفيش اي مشكلة زي ما افريقيا كلها عارفة قيمة النادي الاهلي وعارفة النادي الاهلي ده رقم واحد في افريقيا ويعني احنا وصلين نهائيات اخر خمس سنين انا مش شايف ان في حاجة اسمها في فرقة كعباء عالي على فرقة انت بتشتغل وبتحضر والظروف غير الظروف وانت بتعمل عليك والباقي كله بتعربنا لكن مفيش حاجة اسمها فرقة كعباء عالي عن النادي الاهلي احنا كسبنا الوداد برضو قبل كده وفي ملعبهم فما فيش حاجة بالنسبة لنا اسمها ان فرقة كعباء عالي على فرقة زي ما قلتك انت بتشتغل وبتعمل عليك الباقي كله بتعربنا واحنا ان شاء الله التوفيق يبقى معنا إن شاء الله المتش ده بإذن الله زي ما قلتلك إحنا بنشتغل و بنحضر و بناخد المعلومات من الجهاز الفني و بنتمرن عليها و بنذاكر الخصم كويس و بنشتغل عليه و بنحاول على قد ما نقدر إن إحنا ننزل ننفذ ده في الملعب و إن شاء الله زي ما قلتلك إن التوفيق يبقى معنا بإذن الله إن شاء الله هي اللعيبة كلها متكافأة مع بعض كله عارف أهمية المتش و أهمية المرحلة اللي إحنا فيها أعتقد السنة دي إحنا ماشيين بشكل كويس و كله مركز في شغله وهو ده المهم يعني هو ده اللي بيلم الفرقة وهو ده اللي بيخلينا مجموعة واحدة إحنا شغالين و زي ما قلتلك إحنا محضرين للموتش كويس قوي بس يعني إحنا محضرين للموتشنا و مركزين فيه والنتيجة طبعا بتاعت ربنا في الأول في الآخر إنت بتعمل عليك وبتشتغل والباقي بتاع ربنا كل تركيزك إن إنت تعدي نص النهائي وتوصل للنهائي وبعد كده بتحضر للفرقة اللي إنت هتلعبها ما كانتش هتفرق معنا سان دونز أو الوداد إنت كنت هتحضر للفرقة دي وهتحضر للفرقة دي وإحنا يعني الوداد هي اللي صعدت في النهائي فأنت حضرت لها و اشتغلنا على ده هو أنا أولا طبعا معجب إن هاني شيئا فشيئا يعني بيدخل في فكرة إن هو اللاعب اللي غير انطباعات كتير جدا شخصيته في المؤتمر كلامه و ثقته إن مفيش حاجة اسمها فريق بيتفوق في المواجهات أو الكعب العالي ورؤيته للنادي الأهل كفريق كبير أعتقد هاني كل يوم بياخد خطوات كبيرة جدا و بيكتسب أكيد يعني شخصية و بيكتسب حاجات يمكن كنا كتير وفي الوقت مستنينها منه كابتن محمد أنا عايز أسأل حضرتك بقى عن الأمور الدفاعية والحتة دي يعني بتاعتك فإحنا محتاجين نسمع منك فيها طبعا كنا تكلمنا عن زولة ومحمد عبد المنعم اتنين بخصائص مختلفة محتاجين نقض مقارنة بينهم وحرك تقول شايف إيه الأمور اللي نقدر نتكلم عن محمد عبد المنعم فيها وعلى الجانب الأخرى في الوداد المغربي بص في البداية في البداية فارس يعني عايز أقول لك حاجة مهمة جدا قبل ما تكلم على المقارنات الموتش الأولاني ده اللي على أرضك بيبقى إن ما يجيش فيك جون قيمتها أكبر من أنك تحرز هدف ومتفقنا على جيد ده لازم متفقين على كده عشان دي مهمة قوي لأن دي حيتبن عليها الكلام للمدافعين طبعا مدافعين ناد الأهلي المباراة اللي هي الأخيرة بتاعت الدوري أنا أحساسي كمدافع إن كان فيه ثقة شوية حلوة ثقة بس ما تبقاش زيادة لأن مباراة الدوري تتلحق والمباراة دي بالتحديد زي مرتلك لقات دراجوني اللي فيك ده له قيمة كبيرة جدا هو الويدات بيبحث عن ده فقر لو بقولك الجميع في الموضوع إنهم تتخطوا تحت اختبار مع مهاجم كويس أحمد ياسر ريان ابن الناد الألي قدر يعمل جيم كويس عشان نبقى أغدين بالنا جدا عشان كده أنا من أنصار الاتنين المساكين ما حدش عارف مين التشكيل البوكرة هيبقى مين بس أنا من أنصار إن يبقى عبد المنع مواسر ما بقاش الاتنين لعبة كرة لأن إحنا في الملعب بنسخن مع بعض لو اتنين كويرة بلغة الكرة بأكلم بلغة الكرة لو اتنين كويرة واخدت الكرة ولفيت وعملتها معرفش أنا ببقى عندي إحساس إن أنا عايز أعمل حاجة زي أطلع بالكرة كرة حلو وأنا طالع من تحت إنما ياسر إبراهيم ده مساك صريح فيتر قوي بالضبط وماسك راس حربة براءة طهبة مسوك إحنا مش بنكشف حاجة براءة طهبة فكمان تأكيد لكلام أحمد عشان الراجل اللي هو سامبو ده راجل قوي وجابد كسب 40 متحام فلعايز له واحد أيوة ديله كده يعني عايزك تجيب أجاب مش عايز واحد نص نص عايز واحد قوي معاه وعايز واحد مساك شارس اللي هو مش شايف ولا أنه مساك راس حربة واسيب الراجل التاني ده لابناء الهجمات اللي هي هدبان بقى فتح لنا لستعرض الأرقام لكابتن محمد بحس يقول لنا اللي قاله ده من خلال الأرقام ده زولة ومحمد عبد المنعم طيب عدد المشاركات طبعا لتنين واحد عشرة وعشرة شباك نظيفة طبعا تفوق لمحمد عبد المنعم سبعة وستة التمريات الصحيحة دي بقى الفرق كبير قاوي اللي احنا بنقول عليه 571 ل356 فواضح أن عبد المنعم بتفوق إن هو مركز رئيسي في بناء الهجمات كرة بتطلع منه صح بنصف الملعب الراجل ده يعني بيمرر وخلاص التاكلنج برضو يبان لك برضو الفرق 11 و 7 التاكلنج الصحيح فبرضو محمد عبد المنعم بيعمل التاكلنج لما يكون مضطر هو مش من عدته على فكرة مش من طريقة لعبه إنه هو عمل تاكلنج كتير هو بيحب يروح للكرة أسرع أو يخدها ويلفها أو يلعبها فواضح برضو أن تاني فيه برضو مشكلة في التاكلنج تدخلات دفاعية 17 و 8 تدينا نانطبع إن الراجل ده محمد عبد المنعم بيوجد موضوع التغطية على زمانه أكثر مضعف التمانية دي يعني هو برضو بيبص زي ما قلنا كده بيبصه للكرة ببصش للوراو كده حتة التغطية دي مش قوي المراغة 1-1 تشتيت الكرة 24-37 برضو ده يأكد كلامنا في التمرات الصحية بيخلص من الكور بالزبط كده آخر حاجة طبعا تسجيل الأهداف 2-1 يعني الاثنين طبعا هدفين ومحمد طبعا يعني لباع في موضوع الأهداف من الأرقام دي كده واضح أن يكون فيه دور لمهاجم النادي الأهلي بالضغط على سؤاله صحيح طيب عندنا يعني نجم يعني قبل المهاجمين نكمل مع الكفت المحمد خط الدفاع عندنا علي معلول طبعا يعني أحد وأبرز نجوم النادي الأهلي والمدافع اللي بيساهم بنسبة كبيرة ما شاء الله في الأهداف وعلى الجانب الآخر يحيى عطية الله يعني مدافع المنتخب المغربي ومقارنة كده بين أرقام الاثنين المقارنة طبعا باين فيها التفوق علي معلول وبالذات في الناحية الهجومية اللي هي بيتمايز بها علي معلول واللي محتاجينها بشكل مكسف في مبارات اللي على أرضنا هنا بكرا إن شاء الله إن شاء الله أساسي طبعا لا بمبارات عشرة وعشرة صنع أهداف واحد وخمسة طبعا علي متفوق أو في صنع الأهداف صنع فرص للزميل وبرده 19 هو متفوق و17 الثاني برضه العيب يعني أعطيت الله طبعا عارفين ده منتخب المغرب فالراجل يعني عنده خبرات كبيرة العرضيات برضه يتفوق فيها علي 17 ل13 برغم أن هما بيجيدوا العرضيات في فريق بالضبط برغم أن هما نفس المبارات عدد المشاركة التمريرات صحيحة برضه فيه تفوق كبير أوي لعل معلول ممكن الراجل التاني يحيى برضه عنده حتة البصات برضه مش متقنة بالشكل الكافي وأعتقد أن هي في الناحية الهجومية برضه مش متقنة بشكل كافي التدخلات طبعا الدفاعية هنا 9 وهنا 8 طبعا لطبيعة زي ما قلت في البداية علي معلول علي معلول عنده حتة الشكل الهجوم بيبقى أكتر شوية فشايف أنا المقارنات طبعا لصالح علي معلول وأتمنى أنها تبقى صالحه بكرة إن شاء الله سابت يعني الجانب بقى الهجومي أنت عندك مقارنة وأنا بشوف أنها مفارقة كمان أنت بقاننة نموهجمين مش يبقى بعض خالص يعني سامبو حاجة بدنية اللي استمنى عالية الوركريت عالي كهرباء لاعب بدنيا آه جيد ولكن هو لاعب بيعتمد على زكاءه في التحرك أيوة بالزبط زكاءه في التحرك أكتر منه قدرات بدنية أو يعني تواجد داخل البوكس إزاي ده نعكس في الأرقام خليني أقول لحدك المهم في الجانب الدفاعي إن ما يجيش فيك هدف طبعا أنا أقول لك بقى على الجانب الهجومي مهم استغلال الفرص ما ينفعش تضيع بكرة أنصف الفرص يعني أنا أنا بفتكر فرص مصر إحنا ضيعناها في النهايات بتفضل في الساكرة آه فما ينفعش أنا بقول لك أما ينفعش إيجابي إديني إيجابي فما ينفعش ما ينفعش بكرة يبقى حتى يعني النضاع فردي مسألة إن شاء الله نحاول إن نحن نستغل قدر الإمكان نلعب يعني أنا دايماً بقولها كده إلعب وصيب المغارات الكبيرة ما بيجلكش فرص كتير صح فتأكيد لك المحمد بالنسبة للمقارنة ما بين صنبو وكهرباء هي أنا مقارنة بتوضح إن كهرباء مهاجم متحرك متحرك يعني مهاجم وهمي بينزل يستلم من تحت وفتح مساحات لزميله أما صنبو صنبو مهاجم محطة مهاجم قوي بدنية مهاجم صندوق تمام المشاركات تسعة لتمانية دقاء المقارنة دي من بداية دور المجموعات لغاية مطش النهائي ده مهم عشان ده المؤشر الحي آه وأصلاً الهداف كمان جايزة الهداف بتتحسب من بداية دور المجموعات كهرباء جاب خمس تجوان وإن شاء الله ياخد الهداف لو جاب جون بإذن الله يعني هيشترك في الأهداف آه هيشترك مع بيتر شلول آه تمام وصمبو جايب أربع أهداف صناعة الأهداف كهرباء أسست وصمبو ما فيش صناعة الفرص كهرباء خمسة كل الأرقام دي بيتبين لك إن كهرباء جماعي أكتر جماعي أكتر وبيصنع فرص مهاجم متحرك أكتر المحاولات كهرباء برضو أكتر 18 منهم 9 صح صمبو 16 منهم 7 صح تعالى بقى للرقم اللي هو المهم اللي هو فاس بالتحامات صناية بالنسبة لصمبو 40 التحام مقابل 3 وده بيأكد لك دوره خطورته هجوميا في الكرات العرضية وكمان النواحي والجوانب الدفاعية اللي بيلاعظ وبيأكد كمان إنهم هاجم محطة بيبنوا عليه الهجمة من تحت لأنهم بيعتمدوا على التمرير الطولي أكتر مش فرقة بتعمل تمريرات قصيرة زينا وعايزة تبني وتلعب وتستحوز لا هم بيعتمدوا على التمرير الطولي وصمبو هو اللي يلتح بنتلع الهجمة عليه بنتلع الهجمة عليه 40 التحام قام الكروب يا راجل 40 التحام طبعا رقم كبير جدا فتفضل يا كابتن طبعا الشغل بتاع نص الملعب مع اللي هما نص الملعب المهاجم عندنا احنا عندنا احنا مع أو عندهم هما دلوقتي عشان هشرح عليها حاجة فتفضل طبعا مع اللعيب المحطة أو رأس الحربة المحطة لازم بيبقى محتاج مساندة من لعيبة نص الملعب ده حقيق فأكيد لازم حاياً دبول مهم جداً في القرى اللي فلعيبة نص الملعب بتاعتنا برضو لازم تكمل مع الناس لان الراجل ده محطة وبيسند على حد فلو ما كانش الراجل ده لو ملقاش المساندة هتبقى عد صعب مهمته جداً جداً وهتسهل مهمة اياً كان المساج بتاعنا فدي مهمة جداً جداً غير اللعيب اللي زي كهرباء اللي هو مش محطة وبيجري في المساحات صحيح وفي بالك ياخد الكورة بيروح بيها على الور هارك عايز تقطع عليه الخطوة البادلة لأنه هو رأس الحربة لما بيسند الكورة وراه حد من المساكين عايز بس يبص أي حد طبعاً بالضبط فأنت تاخد أنت وصد الملعب بياخد الكورة التانية ويقضع على القصة طيب نروح لحسين الشحات وانت مصر على سيف الدين بغرة اه انا مؤكد يعني هو هو مخزنه نهائي هو تصدف موبرات سانداونز حتى بص عدد المشاركات عشر مشاركات فده بيأكد لك أنه لعيب أساسي في الوداد أصلاً سيف الدين بغرة فأنا يعني مؤكد بنسبة حد تلفق لحتى يعني خلينا لا بغض النظر بقى يعني مقارنة سريعة كده عشان حسين الشحات ده بقى رقمه أفضل مسجل أربع أهداف ثمان مطشط وصنع جون صناعة الفرص أربع فرص سيف الدين بغرة عشر فرص وده رقم كويس بأنه يأكد لك أنه مصدر صناعة فرص عندهم المراغات الناجحة تلاتاشر مقابل أربعتاشر حسين الشحات متفوق المحاولات حسين الشحات أكتر خمستاشر منهم سبعة صح أما سيف الدين بغرة عشر منهم ستة صح تمام عندنا آخر مقارنة بين كابتن محمد مرهان عطية ويحيا جبران كلمنا عن قصة الإنذار وصف المنع وارقام بقى وارقامهم طبعا عدد الدقايق 641 884 طبعا يحيا متفوق فيه طبعا الاشتراك أساسا لعبة أساسي سبعة لعبة أساسي عشرة تاكلينج صحيح 23 26 متقربين يعني متقربين تدخلات دفعية 16 14 يمكن مرهان مركز على الحتة دي وزي متلق البداية أنه هو بيلعب بيأخذ الكرة ويبصيها الأقرب واحد يعني بينا حتى في قصة تشتيت الكرة هنا 13 جبران و7 فقط عند مرهان عطية تشتيت الكرة 7 13 برضو مرهان بيسلم الكرة في الرجل دايما والأقرب يعني زميل يعني نجمال التمريرات 526 هنا 568 تمريرات صحيحة 47 و49 وطبع الفرقات دي نتيجة برضو أن 7 عدد 10 عدد الدائي عدد المقارنة هنا صعبة شوية لأن فرق 3 كبارات دي يعني دائق كتير قوي يعني تمريرات طويلة 36 49 برضو بتأكد الكلام بتاعي أن مروان بيسلم لأقرب واحد لأنه متفرغ لمهام معينة التحمات التحمات السنائية 41 54 ودي نتيجة برضو معدل 7 المروان 5 ونص لجبران وده بر تفوق المروان صنع فرص الزملاء و7 و4 تفوق فيها طبعا مع وقلة المباراة إنما رقم عالي كل المباراة بيسلم يعني أرقام ومقارنات واستعرضنا كل الجوانب الفنية والدفاعية والهجومية لفريق الوداد يتبقى فقط لغير غدا إن شاء الله يكون التوفيق يعني وصلنا لنهاية الفقرة ونهاية البناء ومشكرا جدا كابتن محمد شكرا جدا كابتن دكتور أحمد شكرا شكرا يعني كنا أكيد في قناة الأهلي ودبة دسمة النهاردة فيها كل شيء تحبوا تسمعوه وتحبوا تشوفوه على قناة النادي الأهلي كعهدنا بيكم في الأهلي المباريات أكيد كان كلام مهم جدا في قناة النادي الأهلي وكان تحليل مهم جدا يتبقى بقى إن شاء الله التوفيق وإن إحنا نحقق حلم الحداشر أعتقد لما المرات نحققها هنحتفل بيها بالقدر اللي تستحقه أكيد إن شاء الله كلنا بندعي الملايين بيدعو للنادي الأهلي بكرة إن هو يحقق البطولة الحداشر استمتعنا بيكم ونشوفكم في حلقة جديدة والأهلي خطأ